مليون عراقين في خطر ومن المحتمل نزوحهم وتشردهم من مناطق جنوبي العراق بسبب أزمة شح المياه التي تزداد سوءا في المحافظات الجنوبية هكذا حد رايان كوبيتش رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى العراق يونامي خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت مؤخرا هذه التحذيرات من الهجرة الجماعية جنوبي العراق بسبب الضرر البالغ الذي أصاب المزروعات والثروة الحيوانية نتيجة شح المياه أكدتها مديرية دائرة الموارد المائية في محافظة ذيقار حيث قالت إن حصة المحافظة من المياه تأثرت كثيرا بسبب تجاوز محافظات حوض الفرات على حصصها ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة وانخفاض التدفقات المائية للمحافظة من 100 متر مكعب في الثانية إلى 35 متر مكعب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي دون أي حلول حكومية جدية لمعالجة الأزمة مجلس قضاء الفاو في البصرة حذر من هجرة جماعية لسكان المدينة نتيجة ارتفاع ملوحة مياه شط العرب مؤكدا أن القضاء يمر حاليا بأسوأ ظروفه فيما يتعلق بوفرة المياه تفاقم أزمة شح المياه تولدت نتيجة لعدة أسباب منها قطع إيران لأكثر من 43 رافدا عن نهر دجلة وفق تأكيدات صادرة عن حكومة كردستان العراق التي قالت فيها أن إيران قطعت نهر الكارون بالكامل وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة وهو ما أدى إلى جفاف عدد من المناطق المحيطة بنهر الزاب الصغير الذي يعد أحد أهم الروافد الخمسة الرئيسة لدجلة فضلا عن افتتاح تركيا لسد أليسو على النهر ورغم التحذيرات الأممية فإن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات عاجلة لتفادي تداعيات هذه الأزمة متذرعة كالعادة بنقص التمويل ووجود ملفات أكثر حساسية وأولوية ترجمة نانسي قنقر